موسيقى رجعنا لكم من جديد ومكملين معكم بحلقتنا لليوم هذا الأسبوع كان موجع لعشاق كرة القدم الأردنية بعد ضياع فرصة التأهل للمنتخب الوطني بالوصول للدوري الحاسم من تصفيات كأس العالم ونتج عن هذا أيضا استقالة البلجيكي فيتال واختيار العراقي عدنان حمد ليقود الفريق في المرحلة المقبلة كل هذه المواضيع رح نناقشها مع الصحفي والناقد الرياضي خالد الخطاطبي مسهل خير كبتن مسهل خير أهلا وسهلا فيك أهلا شوف هذا التقرير عن فروج المنتخب الوطني من التصفيات أسبوع عاصف على الكرة الأردنية بعد فشل المنتخب الوطني في الوصول إلى الدوري الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 المنتخب الوطني الذي واجه المنتخب الكويتي وكان هدفه تحقيق الفوز من أجل التقدم أكثر فأكثر صوب ثاني أدوار التصفيات لكن ظهوره بشكل سلبي طوال التسعين دقيقة حال بينه وبين تحقيق النقاط الثلاث ليكتفي بتعادل سلبي ويهدر الفوز الذي كان بين يديه بعدها كان أمام النشامة فرصة أخرى بتحقيق الفوز على المنتخب الأسترالي بعد أن قدمت المنتخبات الأخرى خدمة جلية للمنتخب الوطني بإمكانية تأهله في حال حقق الفوز لكنه لم يقدم ما يشفع فتجرع خسارة مؤلمة على يد الأستراليين بهدف دون رد هذه النتائج أزمت من وضع المنتخب الوطني فما كان من اتحاد الكرة إلا أن يقبل استقالة فيتال هذه الاستقالة تقدم بها المدرب البلجيكي عوضا عن الإقالة التي كانت ستكون البديل كون عقده يجيز الاتحاد الكرة فسخه في حال فشل الوصول للتصفيات الحاسمة ليأتي البديل وهو العراقي عدنان حمد بشكل مفاجئ حمد الذي سبق وأنقاد المنتخب الوطني في سنوات سابقة وحقق النتائج مميزة سيكون عليه إعادة النشامة للطريق الصحيح وهذا يتطلب منه عملا جادا لبناء منتخب جديد أول اختبارات حمد ستكون مع جنوب السودان في تصفيات كأس العرب وفي حال تأهله ستكون أول تحدياته المشاركة في كأس العرب نهاية هذا العام في قطر يعني كبتل نقدر نقول أنه أسبوع مؤلم للكرة الأردنية مش أسبوع للجمهور نقدر نقول أنها فترة يمكن كانت مؤلمة ولكن هذا الأسبوع كان مؤلم أكثر ما الذي أوصل المنتخب لهذه الحالة؟ هي حقبة مؤلمة في الفترة الماضية بقيادة فيتال نتائج المنتخب ومشاركاته في الفترة الماضية كانت تعتمد فقط على الحظ وعلى التوفيق ما كان فيه أداء فني مقنع للجماهير حتى الشارع الرياضي لما كان يتابع المنتخب سواء في آسيا 2019 أو في تصفيات كأس العالم كان عنده قناعة داخلية أنه المنتخب بأداء الفني صعب يعمل إنجاز لكن كان يعتقد أنه لازم في فترة من الفترات وقبل فترة مناسبة من تصفيات كأس العالمي يكون هناك تغيير لأنه كان يعني مناش نحكي إجماع كامل شيء بإجماع أنه المنتخب في أداء الفني ليس بخير بسبب تخبطات الكابتن فيتال يعني منتخب الكرة القدم يفتقد لأبجديات اللعب يعني لما تطلع على تشكيله في مباريات رسمية كل مباراة شكل هذا هذا اسمه تخبط يعني أي مدرب عنده دورة سيه مناش نحكي دورات متقدمة يعرف أنه من الضروري أنه أنت لما تروح على المباريات الرسمية لازم يكون عندك شكل وهيكل للفريق منتخبنا ما كان عنده يعني نستغرب يعني ظلينا نقول مشي ومشي ومشي وصلنا للإمارات لما رحنا عايق مع عسكر الإمارات قبل ما نروح على الكويت لعبنا مع فيتنام ولعبنا مع الإمارات خسرنا خمسة كان المفروض الاتحادي يدعى وهو يجتمع ويعيد النظر قبل ما توقع الفاس بالرأس لكن مشوها فالمباراتين مع فيتنام والإمارات لعبناهم بكل مباراة تشكيله اللاعبين لأول مرة بلعبوا في مباراة الإمارات يعني جداد دائما يا بكونوا على المدرجات يا بكونوا على الخط شاركوا فما كان فيه تشكيله أبجديات كرة القدم لما آخر مباراة يمودي يا تلعب بالهيكل اللي بدك تلعب فيه بالتصفيات نعم رحنا على الكويت لعبنا مع نيبال بتشكيله مغايرة عن لعبناها في الإمارات دخلنا على مباراة الكويت بمفاجأة ووصلنا لمباراة أستراليا بمفاجأة فالتوقعات الفنية كلها كانت متأكدة أن المنتخب رح يعاني ورح يخرج من البطولة لكن هي ظلت على الحظ فقط وعلى التوفيق لكن هذا في عالم الاحتراف ما بصير ما بزبط صحيح فيما يتعلق بالمجموعة هل المجموعة كانت صعبة؟ إطلاقا ما كانت صعبة أصلا إحنا يعني ضيعنا الفوز من عمان خاصة لما تعادلنا مع الكويت في عمان ورحنا على الكويت وإحنا متأكدين أنه منتخب الكويت أسوأ نسخة في تاريخ الكورية الكويتية يعني منتخب متواضع إحنا على الأقل خلال فترة كورونا رحنا معسكرات ولعبنا الكويت الحكومة بسبب إجراءات كورونا من عدتهم منهم يطلعوا معسكرات بره فكان والدور عندهم متقطع بشكل واضح فاللاعبين مش جاهزين مش مستعدين فكان الأمل أنه إحنا نفوز على الكويت تخيل لو فوزنا على الكويت كانت أهلنا الدور الثاني وكنا نقول لو تأهلنا للدور الثاني المنتخب كمان مش مبشر ورسولنا للدور الثاني مش إنجاز ولكن خطوة كانت كانت خطوة هي فترة استراحة كان المفروض يعني كان المفروض أنه نوصل للدور الحاسم وبعدين نعيد ترتيب الأوراق لأنه كل شغلنا كان في الفترة الماضية كله غلط لكن حتى الدور الحاسم ما وصلنا له وهون يعني كمان الفيتال هو برأيه يعتبر ضحية يعني مش هو بتحمل كامل مسؤولية اتحاد كرة القدم يعني اتحاد كرة القدم أخلاقيا كان هو المفروض يتقدم باستقالته عضاء الاتحاد كلهم يتقدموا باستقالته ما يحملوا المدرب يعني دائما المدرب هو الشمعة نعم هو فيتال ما لهش علاقة بس من اللي جابه يعني لو أنا ما إلي علاقة في التدريب ويجي الاتحاد يقول لي هات 50 ألف دولار ودرب منتخب لا بجيب أدرب شو ما كان مستوي بجيب أدرب أنا ما علي مشكلة إشارات عديدة مثل ما أنت ذكرت قبل شوي إشارات عديدة تلقاها المتابع أو كل الوسط الرياضي بضعف أداء المنتخب وآخرها كان في معسكر الإمارات والاتحاد لم يحرك ساكنا ما السبب؟ الاتحاد لأنه استعرضي الاتحاد كله في حتى عمرو شات كرة بلعب فطبول عنده خبرة فنية الاتحاد بتحمل المسؤولية الكبرى عارف ليش لأنه كل العالم كل الأردن مشجعين فنيين متابعين قالوا أنه المدرب المنتخب مش بخير المدرب ما إلو علاقة بالأمور الفنية والاتحاد صامت الاتحاد وكأنه بناكف يعني كأنه كل الشارع بدهوش نجاح المنتخب هيك رؤيته طيب لما أثنين يقولوا لك رأسك مش عليك تحسسه هذا كل الأردن بقولوا لك المنتخب مش بخير والاتحاد مصر والاتحاد مصر آخر شيء احنا كمحللين صرنا نشوك يعني بجوز احنا ملناش علاقة بالفطبول بجوز الاتحاد هو كل الفكر عنده لأنه إصراره غريب بثقة كان أنه لا المدرب ماشي ولا تنتقدوا المدرب ولا تحكوا عن المدرب وهذا المدرب اللي بنتقد فيتال إلو أهداف وهذا إلو أهداف يعني فيتال راح لما راح على الإمارات آخر آخر معسكر من القادر في الاتحاد على مراجعة فيتال شو اللي استفاد طيب إحنا رحنا معسكرات يعني الاتحاد هو يعني بالمنطق وفر معسكرات وفر مباريات للمنطق لكن إحنا شو استفدنا من المعسكرات يعني رحنا أو ما رحنا نفس الشي على المعسكر المعسكر لازم تكون الفائدة فيه عظيمة منتخبنا ما استفاد نهاية من كل المعسكرات طيب في حدا بالاتحاد يحاسب المدير الفني للمنتخب يسأل سؤال بس فني حتى يشعر المدير الفني أنه تحت الرقابة تحت الضغط ما فيه كله تجديد ثقة كله هذا المدرب سيوصلنا للمنديال فاتحاد كرة القدم هو المسؤول الأول قبل فيتال فيتال ما بتحمل فيتال هو يعني جابوا وقالوا له تعالى الأستلم هو يعني المدرب يجا مساعد لجمال أبو عابد وانقلبوا على جمال أبو عابد بعدين وأنا بعتبره انقلاب يعني انقلاب فني وإداري على الكابتن فشخص بيجي بيراتب عشر ألاف مساعد لأبو عابد وفجأة بتزيح أبو عابد تحطه مدير فني بخمسين ألف دولار يعني بيكون فيها بصير الحكي يزيد يعني فيه إشي في الموضوع الناس تغلط عن هذا الموضوع الناس بدها المنتخب بغض النظر ميمة 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 تجيب مدرب احنا بدنا نوصل للمنديال نعم بدنا نوصل للدور الحاسب لكن احنا فشلنا والفشل هو يحسب للاتحاد والاتحاد يعني بدليل انه يعني عارف حلو انه غلطان أقال فيتال هو سماها استقالة بس انا بسميها أقالة أقال فيتال وخلال ساعات عين عدنان حمد طيب يا عمي احنا عدنان حمد ما عليه اعتراض رح نكتعني الكابتن عدنان بما انه ذكرت الكابتن عدنان حمد تسلم المهمة بعد استقالة فيتال بدنا نتعرف على الكابتن عدنان ومسيرته ومنكمل حديثنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني كابتن ما حد بقدرينكر سيفي اكثر من رائع للكابتن عدنان حمد وكان فيه له تجربة وكانت تجربة ناجحة مع المنتخب الوطني بدي رأيك بهذا التعاقد بعرف انت عم تقول هو تعاقد مفاجئ ويمكن ما منعرف اذا كان فيه مفاوضات من فترة او كان فعليا مفاجئ بدي رأيك بهذا التعاقد انا بدي احكي رأيي في طبيعة التعاقد نعم مش التعاقد مع عدنان حمد مع اي مدرب يعني المفروض انت عندك ثقة في فيتال ودخلت في المنافسات وخسرت مع استراليا وبعدين عملته هو الضحية وروحته الان عندك مباراة مع جنوب السودان المفروض انه يكون فيه فوارق فنية بين المنتخبين فالمفروض الاتحاد تريث واجتمع مش تجتمع على الزوم وتعتبر انه هذي قرارات هذي قرارات انفعالية دائما في المؤسسات الكبيرة والمهمة ما بيكون فيه قرارات انفعالية يعني انت عارف انه الان اذا اجتمعت رح اخذ قرار انفعالي هذا الانفعال رح عندما عليه بعدين كان المفروض الاتحاد بعد خسارة المنتخب المنتخب من الكويت اليوم رح على قطر بعد ما يخلص مباراة جنوب السودان بيكون فيه اجتماع وبيكون فيه مفاوضات وبيكون فيه حكي بيكون القرار يعني اكثر دقة نعم اتحاد مباشرة مباشرة لماذا الاتحاد اخذ مباشرة القرار حتى يمتص غضب الشارع يعني الشارع كله كله يعني مولع الشارع غضان على خروج المنتخب فالاتحاد لو بدي يمتص غضب الشارع قال استقال فيتال واحضار عدنان حمد وهذا مش شغل لما انت تعتمد على ردة الفعل وعلى انطباعات الشارع الرياض بتأخذ قرارات حتى تهدي لا انت غلطان كان الاتحاد مباشرة لازم هو اللي يستقيل ويقول خلاص احنا تحملنا المسئولية وخلي مجلس ادارة جديد هو اللي دير الاتحاد حتى نوصل ل منتخب أفضل فتعيين عدنان حمد كشخص هو مدرب معروف وانتو استعرضتوا السيرة ذاتية وهمشي في السيرة الذاتية انه هو درب المنتخب يعني اربع سنوات من 2009 ل 2013 وحقق معه نتائج جيدة وكنا نشوف شكل للمنتخب يعني انا بذكر المنتخب في 2011 في نهايات آسي في قطر كان منتخب متميز يعني حتى احنا وصلنا للدور المتقدم وخسرنا أمام أزباكستان وطلعنا مبسوطين يعني رغم احنا خسرنا لكن شفنا انه فيه منتخب فيه مستوى خسرنا يمكن لظروف المباراة لكن منتخبنا أدى في هذه يعني من قدر نعتبر مسيرته مع المنتخب او الفترة اللي كان موجود فيها مع المنتخب من افضل مراحل المنتخب الوطني هي فترة جيدة للمنتخب يعني كان في منتخب منافس منتخب يحسب له الحساب قوي لكن يعني النقطة المهمة هي مشكلتنا في كرة القدم مش مدرب راح ومدرب جاء هذه مش مشكلة يعني عدنان حمد شو ما كان السير ذاتي تاعته لحاله ما بيقدر يكمل بده بده اتحاد معه بده يعني خبرته مع التعامل مع المنتخب الوطني واللاعبين الأردنيين بالإنجازات اللي حققها في السابق معهم لا تكفي لوحدها أنه أبدا لا تكفي إذا الاتحاد ما كان فيه لجان فنية الآن أنت بدك تحكي عن حقبة عدنان حمد المقبلة مثلا نعم هذه منتخب أول لكن كرة القدم الأردني مش منتخب أول وين الفئات وين المنتخبات الثانية يعني هذول المنتخبات والمدربين الآن شوفي قاعدين بعمل مقابلات وظيفة قال شاغرة مدرب منتخب شباب ولا مدرب منتخب ناشئين يعني مش فكر مش فكر أبدا يعني أنا مش بدي أنتقل الاتحاد لكن الاتحاد بعيد كل البعد عن الفكر الفني يعني في كل العالم عمري ما شفت أنه بتجيب أنت قال مدربين بتصفهم على الدور قالوا مقابله وكل واحد يبعى السيرة الذاتية هذا مدرب وأنت اتحاد ما ظلت كل الكرة القدم الأردنيين مدربين ولاعبين أنت عارف هذا المدرب سين أو صاد هذا عنده السيرة الذاتية بجيبه هذا المدرب بجيبه حسب قناعاتي بس بدي يكون القناعاتها بتكون عند فنيين في الاتحاد مش عند إداريين فإنك تغير تجيب مدربين عن طريق إعلام وظائف شاغرة هذا هون مهزة لفكرة القدم الأردنية هذه لازم ينعاد فيها وإنت جبت أحسن مدرب في العالم وإنت شغلك كإدارة مش كويس فهذا رح يأثر سلبا على بسيرة المتخد هل بتتوقع يكون معه مساعد محلي للكبتن عدنان حمد أعتقد أنه سيكون معه مساعد محلي الكبتن عدنان حمد نحن شفنا جهاز الفني في الفترة الماضية كان معه الكبتن ياسين عمال وكان معه الكبتن أحمد عبدالقادر وكان معه المدرب البرازيلي إيمانويل نعم وللمصادف المدرب البرازيلي إيمانويل هو الآن مدرب لقى في نادي السحاب يعني ما بعرف مصادف إذا ممكن أنه يلتحق بالمنتخب لكن كبتن عدنان حمد حكى أنه بعد مباراة جنوب السودان رح يرجع على عمان ويعيد ترتيب الأوراق والله يعينه على الرسائل اللي وصلته من مدربين وإداريين كلهم بدون يشتغلون طيب تتوقع أنه عدنان حمد رح يأخذ فرصته الكاملة مع المنتخب هو أكيد رح يأخذ يعني إحنا الآن حلم المنديال طار ما ظل في إشي الآن يعني بدنا نحكي تصفيات آسيا بدنا نرجع نلعب مع فرق فرق أقل مننا مستوبي بدرجات يعني نرجعنا للعصر الحجري في كرة القدم الأردنية فبدنا نوصل لنهايات آسيا يعني هذا إشي طبيعي تحصيل حاصل لنوصل لنهايات آسيا الآن التحدي في 2023 لما بدنا نروح على نهايات آسيا هذه أول مواجهة ففي فترة واسعة أمام الكبتن عدنان حمد لأنه يبني منتخب وفق رؤيته وأهم شيء في المنتخب اللي بناء عدنان حمد الفترة الماضية يعني برأيي الشخصية أهم ميزة أنه كان فيه استقرار كان فيه شكل للمنتخب اللاعبين يعني حتى أنفسهم لما كانوا يحكوا لما يلعبوا 11 مع بعض هم منتخب كان 13 لاعب عندنا عدنان حمد أو 14 كان يحارب فيهم التبديلات تكون معروفة تقريبا فصار فيه شكل وصار فيه تجانس فني الفترة اللي جاي أمام عدنان حمد لا إعادة اختيار المنتخب نتمنى لكل التوفيق للكابتن عدنان نتمنى أن نشوف شكل منتخب أفضل في المرحلة المقبلة كابتن خالد أشكر حضورك معنا اليوم أهلا وسهلا فيك شكرا